تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية عبر الاتصال المرئي أوراق اعتماد صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد سفيراً معتمداً ومفوضاً للسلطنة لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة وخلال تسليم أوراق الاعتماد انقل صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى خادم الحرمين الشريفين وتمنيات جلالته له بدوام الصحة والسعادة وللشعب السعودي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار من جانبه حمل خادم الحرمين الشريفين سمو السفير نقل تحياته الطيبة لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وتمنياته له بدوام الصحة والعافية وللشعب العماني المزيد من التقدم والرخاء ترجمة نانسي قنقر